وزي ما احنا شايفين على الشاشة بيعرض الدليل وبيأكد على نواتج تعلم الوحدة الأولى منها أن الطالب هيكون قادر على أنه يحقق التالي استنتج الظرة هي وحدة بناء جميع المواد يتعرف أن الظرة تتكون من جسيمات دون ذرية وتسمى بروتونات، نيوترونات، وإلكترونات تختلف في شحنتها وكتلتها وموقعها في الظرة أيضا يحدد العلاقة بين أعداد الجسيمات دون الذرية المكونة للذرة وكمان من ضمن الأهداف ونواتج التعلم أنه يتعرف على بعض التطبيقات الحياتية واستخدامات الذرة في الحياة اليومية وخلال رحلة الدرس مع كل نشاط بنحاول نحقق مع طلبنا هدف أو مجموعة من الأهداف المطلوبة في الدرس ونكمل درسنا اللي مفترض حضرتك بتجهزه وبتحضره مسبقا بخطة مسبقة وتحاول تستفيد من الاستراتيجيات اللي بيقدمها الدليل في بداية الخطة هنكتب عنوان الدرس، تركيب الظرة، والتاريخ، والحصة، والفصل، وزمن التدريس، وأهداف الدرس، وإجراءات واستراتيجيات التدريس، والمصادر والوسائل اللي هنستخدمها أثناء تنفيذ الدرس، وهتحتاج تجهز طبعا الكلام ده كله قبل الدرس بوقت كافي وبنكمل النهاردة تقديم درسنا الأول اللي بيتم تدريسه في فترة ونص وبنكمل مع بعض عزيز المعلم، ونوضح مجموعة من الاستراتيجيات هنشوف خلال عرض الدروس إزاي هتتوظف لإثراء وتحقيق التعلم من الاستراتيجيات وعرضنا الحلقة السابقة مجموعة استراتيجيات ممكن تعتمد عليها بيقدمها الدليل زي الاستكشاف والتعلم التعاوني والمتشابهات وإلى جانب الاستراتيجيات دي ممكن نستعين باستراتيجية زي استراتيجية حل المشكلات بتكون في شكل نشاط وإجراءات بيقوم بها المتعلم حيث يواجه موقف أو مشكلة تحتاج التفكير والسعي لحلها وهيستخدم خلالها معارفه ومهاراته ومعلوماته من خلال إجراءات مرتبة أساسها الأسلوب العلمي في التفكير للتوصل إلى استنتاجات بما يسهم في حل المشكلة أما المناعشة فهي تعد استراتيجية يعتمد عليها التعلم لأنها أسلوب علمي يعتمد على الحوار بين المعلم والطالب أو بين الطلاب وغيرهم من الطلاب من خلال إجراءات منظمة وعلمية في التفكير والطرح والحوارات والتوصل لمعلومات جديدة أما الاستراتيجية الثالثة فهي استراتيجية العصف الذهني وهي بتمثل أسلوب كلنا كمعلمين بنستخدمه لإنتاج أكبر كم من الأفكار في مناخ من الحرية عند طرح الأفكار وغيرها من الاستراتيجيات المهمة اللي بيقدمها وبيشرحها الدليل للتدريس أيضا استراتيجية تعليمية تعتمد على شرح وتوضيح الظواهر بمقارنتها بظواهر ومفاهيم أخرى مألوفة تجمع بين عناصر مشتركة فيصبح غير المعروف أو غير المألوف مألوفا تعالوا نشوف نشاط ثلاثة وهو حلم وهنا إحنا بنراجع مع المتعلمين دايما المفردات الجديدة والمصطلحات وبنأكد على بعض النقاط يعني الأنشطة في الجزء الأول من الدرس اتعلم الطلاب مفردات زي المادة والجزء والذرة والبروتون والنيوترون الإلكترون والنواة الجسيمات دون الذرية والأنشطة دي هنتعلم فيها مصطلحات زي مستوى الطاقة العدد الذري وممكن تستخدم استراتيجيات زي الاكتشاف والمنقشة كمان يمكنك التأكيد على الفهم الرياضياتي كمهارة مهمة ومتطلب في التعلم وتنمية المهارات ويمكن تقييم المتعلمين بشكل مستمر للوقوف على مدى تحقيق الأهداف وضح للمتعلمين أيضا أن العلماء في مجال الكيمياء والمادة اتفقوا على التعبير عن العناصر برموز كيميائية تسهل التعبير عنها ووضح لهم كمان أن الرمز الكيميائي يمثل اختصار أو تمثيل أصغر لأسماء العناصر الكيميائية وجميع العناصر الطبيعية لها رمز يتكون من حرف أو اتنين وتستخدم الرموز الكيميائية في كتابة المعادلات الكيميائية ويمكنك الشرح بالأمثلة أن الرموز الكيميائية مشتقة من الإسم اللاتيني ولا تماثل اسم العنصر باللغة الإنجليزية أمثلة السوديم والحديد وغيرها وضح لطلابك أن دراسة علم الكيمياء تمثل إفادة علمية وحياتية أيضا حيث يتضح دورها في تحسين الإنتاج الزراعي من خلال الأسمدة واللي بتعتبر أم المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة أكد دائما مع طلابك على القضايا اللي تعالجها المناهج وأي محتوى علمي يدرسه يصلت الضوء على قضية مهمة أو حياتية مثال ذلك قضية الاستخدام المفرط للأسمدة في الزراعة وفوائدها وأضرارها وأكد معهم على أن الاستخدام المفرط للأسمدة الكيميائية يضر بالبيئة وبالتالي سوف يؤثر على التنمية المستدامة تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن ترجمة نانسي قنقر